هناك مجموعة من أشخاص أسسوا شركة وفيها مجموعة أيضا من المساهمين يسألوا عن الزكاة هو المدير يقول يزكي عن الشركة كامل طالما أن نظام الشركة أن أموالها بما فيها أموال المساهمين أنها تزكى فذلك يبرئ لهم ذمتهم وتسقط عنهم الزكاة في أنصبتهم في هذه الشركة أما لو كان نظام الشركة لا يلتزم بإخراج الزكاة فإن كل واحد منهم طالما أن حصصهم في هذه الأسهم معلوم و هذا هو الأصل فيها الأسهم فإن على كل واحد منهم أن يزكي نصيبه إن بلغ النصاب و حال عليه الحول مع سائر أمواله التي يملكها و الله تعالى أعلم